لن أسألك على حاجة بالنسبة عبادر عبادر وفد شيك أحمد يحي وكيله عرضوا على الزمالك قبل ما يرجعوا الأهلي ويروح سموحها ويأخذوا المشور وهو كان بيقولهم إن ده عبدالله السعيد وإن يتابعوه لعيب كبير جداً ولعيب عنده فعبدالقادر من اللعيبة أصلاً اللي كانت معروضة على الزمالك قبل ما يرجع الأهلي عظيم دي معلومة أول ما لا أسمع عبدالله فتوح النادي الأهلي مفيش حد ما بيقدرش يفكر في أحمد فتوح عشان نبقى منطقين أحمد فتوح واحد من أفضل مش هو حالياً أفضل زهير أيصر في الدورة لمصري واحد من أفضل اللي عمين في المركز ده في قارة أفريقيا عظيم عظيم بس جزية النادي الأهلي الأرقام اللي بتتقال أرقام كبيرة جداً جداً ما تتناسبش من إنه واحد بتتكلم في 30 مليون جنيه في السنة فتقم رقم كبير جداً أنت الأهلي ما يقدرش يضرب الرقم ده لأي لعب مصري أعلى فئة في النادي الأهلي هي 14 مليون جنيه تحطت لحسين الشحاك وهيتم تعديل محمد الشناوب 18 مليون جنيه سبك بموضوع النادي لأن ده عرف في النادي الأهلي قائد الفريق بياخد أعلى رقم فمحمد الشناوب 18 مش حد هيكسر رقم 18 مليون جنيه دي فالأرقام اللي بيتكلم فيها وكيل أحمد فتوح أرقام كبيرة جداً أنت الأهل حد اللحظة اللي بيكلمك فيها دي لم يتحدث بشكل مباشر يعني مش مسؤول رسمي يتحدث من الوارد أن يكون وصلتها تدخلت في الموضوع لكن بشكل مباشر محصلش لكن أهلي يتمنى أحمد فتوح زي ما بيرامدز يتمنى وزيد وكل أن دي دي عرضة على أحمد فتوح طيب عمر كمال عبدالواحد هيجي الأهلي في ناير؟ قريب الأهلي الموضوع كله متوقف على بعد نهاية بطولة الدور الأفريقي في تأرير هيتقدم من مرسل كولر بالأسماء اللي هو عايزه اللي أنا عرفته من جهاز الفني إن كولر مهتم بعمر كمال عبدالواحد إن يجيبه السببين رقم واحد إن هو عايز يستفيد بأكرم تففيل في منطقة وسط الملعب اللي هو دلوقتي ابتدى يبلو إن فيها مشكلة بعد مش هان الحمد فتح مش بمشكلة يعني محتاج واحد واثنين موجودين مع الأسماء اللي موجودة فهو عايز يستفيد بأكرم في نص الملعب النقطة التانية إن عمر كمال عبدالواحد عنده إمكانية اللي هو يديك مرونة تكتكية إنه ممكن يلعب بك يمين و جناح يمين و جناح يمين السؤال عمر كمال عبدالواحد اللي أهدي تعصل مع الاتفاق أو لا؟ مش توقع لا بص عشاناته اسمعته اسمعته بص مش اتفاق أنا هقول لك معلومه على مسابق رغبة عمر كمال عبدالواحد إذا تواجب عرض رسمي من النادي الأهل هو والده هبوضوع شيئ هذا هو والد رغبته الأهل نفس الكلام أهلي أولا زمالك عمر كمال عبدالواحد من السنة اللي فاتت هو بلغ الجياز الفني إنه عايز يروح النادي الأهلي ورغبته الموسم الحالي هو إن هو يروح النادي الأهلي نفس الكلام طيب كان عمر كمال خرب التصريح وقال إن هو يشوف الفريق اللي محتاجوا أكثر وإن الفريق اللي هو يلعب فيه أساسي ويؤدي فيه بشكل كويس والفريق دا بالتأكيد هو الزمالك الزمالك في احتياج أكبر لعمر كمال لعب واحد في يناير ولكن أنا شايف إن لو الأهلي يقدم عرض رسمي زي ما يصح بحكم يعني اتفضل وحكم فعمر يروح للأهلي يروح للأهلي عظيم إيه الزمالك بيفكر في مين ييبه في يناير لو رفع الكد الزمالك إيه لو رفع الكد رفع الكد انت شاكك ان الزمالك اش هرفع القيد في يناير شاكك. انا باتكلم بالرسمي. الحلواتي لسه زمالك مرفع شاكك. لما يرفع اقاف القيد هنقول رسمي رفع. هجي مين بقى في يناير. اصلا برضو يعني شاكك. مش عارف. انا حس ان فيه تحديد اولويات هتحصل في الزمالك الفترة اللي جاية. كان الكابتن هشام نصر انا اقولك اللي عندي بصراحة. كان الكابتن هشام نصر قال كده في تصريح اللي هو دايب رئيس النادي. قال المهم هو توقيت فك القيد. وليس ان ارفع القيد وخلاص. يعني باشمونتس شام كان خلال الفترة الاخيرة. قد لب تصريح قال ان التوقيت ده كان خلال الانتخابات قبل ما المجلس يكون موجود. قال المهم التوقيت يعني اعرف استفيد منه واجيب لعيبة كويسة. طب. هو زمالك فعلا بيسعى. دلوقتي جاهد ان هو يرفع قف القيد في يناير. طبع. ولكن الزمالك برضو عنده حسبتين. هترفع قف القيد في يناير. وتسدد 80 مليون للعيبة او للاجهزة. يعني هو حوالي حسبت 300 مليون عشان تسدد فلوس اللعيبة. وتسدد المشكلة بتاعة القيد اللي هي القضايا اللي هي موجودة على الناس. ده ما تشتري العيبة. اه فهتشتري العيبة بكم. ومنين. انت هتدار على اللعيب الفري. طب مين فري في مصر في يناير. يعني مين هتروح تجيبه في يناير. او هتدار على اللعيب تجيبه خمسة مليون جنيه من السوق المحلي. فمين لعيب النادي اللي هيسيبه خمسة مليون. يعني مسلا هتروح لقين بيتقول له دي يا احمد امين اوفا. خمسة مليون. زيما ان الشراء هيقول لك خمسين مليون. محمد حمد هيقول لك خمسين مليون. بس طبعا. عشان توصى. عشان توصى في الاخرى عشرين مليون. بس خد بالك هيبيل ليح حسابات يا موقت اتفهم لك الاقصات على دفعات. بس خد بالك الموضوع. زي ما يتكلم في صفقتين او ثلاثة في يناير. مثلا مين. عشان خلصت. اه لا لسه مفيش اسماء محددة. لان انا زي ما قلت لك. الناس مش تشتغل بشكل ان هو يتراح عليهم اسماء وفجيبه خلاص. حل. هيتم دراسة الموضوع فنين. ولكن زبالك هيسعى في يناير. لفك القيد. ويعمل صفقتين او ثلاثة على اقصى تقدير. اقصى تقدير. مين الاسماء المرشعة هتخش تشكيلة الالف في امبراطة سنداونز غير الاسماء اللي كانت موجودة في امبراطة الزالب. اقرم توفيه. اقرم توفيه خش. بكريت. بكريت اه. امام عشور بالنسبة كبيرة جدا هيكون موجود. امام عشور مكان افش. اه احمد نبيل كوكا بالنسبة كبيرة هيكون مكان مران عطيه. اه اعتقد كهرباء يعني هو النهاردة جيري شوية تمام. بكرة لو النهاردة التلات احنا عندنا اليوم. نهاردة التلات ان شاء الله لو كان جاهس هو اللي هيبدأ المطش. بالنسبة كبيرة جدا التشكيل هيكون محمد الشناوي. اكرم توفيه. اه ياسر ابراهيم رامي رويعة. او اه ياسر ابراهيم محمد عبد المنع معالي معلول. اه قاله ديانج احمد نبيل كوكا. اه امام عشور. رضا سليم وبرستاو. اه ومحمود كهرباء. سهلاك اخر سعر هتجوامني فيه. اه او لا. اه او لا. سهلا هي. مودست. ممكن موكلة. لا هو الاهل مخلص مهاجم. الاهل متفق مع مهاجم تحت السن اجنابي. ماتفق. ماتفق اصلا. ماتفق او مخلص. بس انا والله معرف الاسم. بس انا اللي بعلومة نوسك منه انه ماتفق مع مهاجم. مودست يمشي في يناير اه او لا. هيتم تقييمه بعد طولة الدورة الافريقي. اه. فمن المبكر جدا هو المؤشرات بتقولك ايه. انه لم يقدم ما تم التعقد عليه عشانه. لكن طب نفترض مثلا لحد كاس عملا ديه وظهر معك ونور. هتعمل ايه? هتخليه كامل. بس. بس انه موضوع. بس هاللات في تفكير. ده مطروح انه يمشي في يناير. لو مادكش لحد كاسر عملا ديه. المستوى اللي انت عايزه. اه. اكيد هيبع اكيد هيمشي في يناير طبعا انت.